السلام عليكم السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير اليوم سنقدم طبق طنجية المراكشية بطريقة مختلفة سنطيبون في الكوكوت طريقة بسيطة سهلة ونرى المقادر هذه المقادر لدينا كيلو من لحم الغمي وعندنا ربيع كاس زيت المائدة مهمة لحسب اللحم لا يحتاج زيت كثير نقصها على 4 كاس وعندنا الملحة وعندنا الخرقوم وعندنا نص حمضة مصيرة وعندنا سمن وعندنا وعندنا معلقة صغيرة ونص كامو وعندنا زعفران حر زعفران الحر وقدرناه في ربيع كاس ما يكون شوية دافئ نجعله يطلق 1 نص ساعة وندوز إن شاء الله نرى بكم الطريقة بظهر خلط ثومة نسيتها مشهت من بالي الطريقة طريقة مزيد مزيد الطومة وطورها في القوام ونجعلهم نضيفه لحم 1.5 ساعة نضيفه مع العطرية ونضيفه لحم 1.5 ساعة انا مشات من بالي مهما نزلتها في الكوكوت في 10 رمية لحم ونضرته مع الميتين ونتم حاول انكم تضيفه مع العطرية الولى التي نرقدها فيها لحم 1.5 ساعة نضيفه للمكوينت نضيفه الملحة و نضيفه نضيفه الكامو و نضيفه و نضيفه سعفرا حور و نضيفه نضيفه الكامو و نضيفه و نضيفه الزيت و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه واحد من الساعة حتى يشرب العطرية و نضيفه 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 ومن بعد ما خلينا البناء تشرب هذه الأطرية تربطت فيها 1-1 ساعة نضيفه في تنجارة للطفط أو في الكوكوت ونزيد على نفس حمضة المصيرة التي تلكها في اللوي نضيفها وصعين ونضيفها على الجو ونزيد على نص معلقة تقريبا للسم ونضيفها للكمية الماء التي تقوم بها ونضيفها للكمية الماء التي تقوم بها ونضيفها للكمية الماء تقريبا 1-1 ساعة أو ساعة أو ربحت تسعى ونص على حسب النوعية التي تقوم بها ونضيفها كثيرا ونضيفها كثيرا ونضيفها إن شاء الله نضيفها في اللخ وهذه هي النتيجة النهائية لبنات طبقنا ونضيفها في أمريقى خاترة ونضغرة وينفلقو ديالها هي جدا لتنجي المراكشية لكي نضيفها في طين وهو الطيب في الفران حتي الطيب في فران، وفي طين لمشي بحال ونتمثنا إشاء الله تعجبها وعجبكم البنات بغيت نفتح معاكم واحد الموضوع واحد بين قوسين واحد الكمانتاي غصني من واحد البنت هاد البنت هي صحراوية قالت لي هنقول لكم بالضبط الاحتى المفرادات اللي خدمات قالت لي انتي مانك صحراوية خلي عنك الصحراويات وبدلي اسم قناتك وديري نماسكات بلادك انا دا بغيت نوجه لها واحد الكلام موجه لها هي بالخصص انا اختي ما قضيت قلت عني صحراوية وانتكلم معك ببلغتك انا ما قضيت قلت عني صحراوية نيائيا رعا في فيديوهاتي ارجعي لهم وتفرجي فيهم انا ما جامي قلت عني صحراوية انا اختي شلحة على ابوية وجدي وجسوي فيها غانا مفتاخرة واحتى العقلوعة الصحراوية نرى اني مفتاخر بها انا اختي قناتي الهدف ديالا هو تبادل تجارب تبادل خبرات شي حاجة ما معارفها شي واحد كتتوصل له انا را كنت سافد عندك شي شي مداخلة شي حاجة مفيدة لغا تفيد القنات لان الانسان فاشكي الشارك فقناتنا را كتبالي قناتنا كاملين يعني كنت سافدوا منه وكنتفيدوها ممكن اقتراحات ممكن ماختي احنا ما جينا نتكلمول على هذا يدير ماسكات بلاده الثاني يدير ماسكات بلاده واه داخليات ولا داخليات ولا احنا اصلا وصلنا قاعد المستوقتي القنات كيشوفها الجميع العركين مصريات كيين عراقيات كيين جزائريات مرحبة بالجميع وانا كنت عشان قلت لك يا عشان كأسميت قناتي هكا سرت الصحراويات مع حانان لانها حويج انتي ما عارفه مش وغير جيتي وتتكلمتي انا رانيختي خلقت في الطنطان مع الصحراويين وكبرت وربيت في الطنطان يعني عارفه ماسكاتهم عارفه روتيناتهم كاملة جيت نتكلم عليهم باش نستفدوا الطفيلات الثانية اللي ما هم عارفات انتي عارفة ما تشيدك القمع اللي واه علاه انتي وهذا ولا واه علاه انا هذا الحمد لله رانيخوتات وانا جل صحاباتي كان للاه صحراويات وكانين يعارفوني ومن اللي ابتداء صحاباتي ومزالوا صحاباتي وقرأت معهم الجامعة ديالي وكملت دراستي معهم وقد قعوا وقعبيني وبينهم حتى حاجة الحمد لله اهنا كيف ما قلت لك انا قناتي اختي هدفها هو هو الشراك تجارب هو شيء واحد اللي ممكن نعرفانا ماسكات الناس ما هم عارفتها كان طفيلات ما هم عارفات ماسكات الصحراويات الناس داخلهم ما عارفينها عادي احنا كنشتركوا كل شي بيناتنا احنا اخواتات الحمد لله احنا ما بيننا داك الشي كامل انتي دخلتي وما نعرف بحالش ما نعرف بحالش فهمتيني وانا تكلمت معك بالوقت باش ما تقولي عني راني كان نجيب هدف كل ماسكات لا مخرجة ومن العاقلي وحطتهم انا راني عشت فترة من حياتي كاملة مشي فترة حياتي كاملة عشتها في الصحرا ومع الصحراويات هذاك الشي لاشي انا كنت عارفة ماسكات وقلت خلني سمي قناتي هدف الاسم ولك تتفرج في اختيار ستجبريني ماشي غار الماسكات اللي دايرا راني دايرا الطابخ وان شاء الله غادي نجي الروتينات وان شاء الله انا ما نعرف بحالش فهمتينيها والله يهدي مخلق انا غار وهادك رأيك يحترم وانا احترمت رأيك غار جاوبتك عليه فهمتك شي حويش ما كنتي ربا ما فهمهو لتعلني غار جاوبتك نتكلم أن يوهو هذا هو وكن شكر البنات كاملات شكرا لكم و기도 بارك الله عليكم وشكرا على المشتركين مع ايا في قناتي شكركم بزا في البنات سواء من اي الاجناس єوهن من ايا عهو حيت يحن لانا مخوت الحمد لله وهذا هو ونتمنى ان شاء الله تفيدوني في تعليقاتكم الزوينين وانتقادات اللي غادي تطور من القناة شي حاجة اللي فيها شي اقتراح ولا شي حاجة نقابل جميع التعليقات وهذا هو كان غار بين قوسين منعطوه الموضوع اكتر من حجمه نغير هضرت وجاوبت الاخت هادي وهذا هو وكان شكركم بزاف واللي اول مرة يشوف القناة نتمنى انه يشترك معايا ويدير لايك الفيديوهات وهذا تفعيل جرس باش يوصل لكم الجدي وكان شكركم خواتي بزاف شكرا لكم